حدثنا وكيع قال حدثنا أن هاس بن قهمين أبو الخطاب عن شدد أبي عمار الشامي قال قال عفو بن مالك يا طعون خذني إليك قال فقالوا أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما عمر المسلم كان خيرا له قال بلى ولكني أخاف ستا إمارة السفهاء وبيع الحكم وكثرة الشرط وقطيعة الرحم ونشأ ينشأون يتخذون القرآن مزامير وسفق الدم حثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا سفيان بن حسين عن هشامي بن يوسف عن عوفي بن مالك قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادخل كلي أو بعض قال ادخل كلك فدخلت عليه وهو يتوضأ وضوءا مكيثا فقال لي يا عوف بن مالك أعدد ستا قبل الساعة موت نبيكم خذ احدى ثم فتح بيت المقدس ثم موت يأخذكم تقعصون فيه كما تقعص الغنم ثم تظهر الفتن ويكثر المال حتى يعطى الرجل الواحد مئة دينار فيسخطها ثم يأتيكم بنو الأصفر تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنى عشر ألفا حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكيري بن عبد الله بن الأشجي قال دخل عوف بن مالك هو وذو الكلاع مسجد بيت المقدس فقال له عوف عندك ابن عمك فقال ذو الكلاع أما إنه من خير أوي من أصلح الناس فقال عوف أشهد لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إلا آمير أو مأمور أو متكلف حثنا محمد بن بكر قال أنبأني أن هاس عن شدد أبي عمار عن عوف بن مالك الأشجعي قال يا طعون خذني إليك قالوا لما تقول هذا أليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليزيده طول العمر إلا خيرا قال بلى فذكر مثل حديث وكيع حسنا حماد بن خالد عن معاوية ابن صالح عن أزهر يعني ابن سعيد عن ذي الكلاعي عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول القصاص ثلاثة أمير أو مأمور أو مختال حسنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن حبيبي بن عبيد قال حدثني جبير بن نوفير عن عوف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على ميت ففهمت من صلاته عليه اللهم أغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه وأقيم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجه وأدخله الجنة ونجهه من النار وقه عذاب القبر حسنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرامي عن عوف بن مالك الأشجعي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه العصى وفي المسجد أقناء معلقة فيها قنو فيه حشف فغمز القنوة بالعصى التي في يده قال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها إن رب هذه الصدقة لا يأكل الحشف يوم القيامة قال ثم أقبل علينا فقال أما والله يا أهل المدينة لا تداعنها أربعين عاما للعوافي قال فقلت الله أعلم قال يعني الطير والسباع قال وكنا نقول إن هذا للذي تسميه العجم هي الكراكي حثنا عبد الصمد قال حدثنا محمد بن أبي المليح الهوذلي قال حدثني زياد بن أبي المليح عن أبيه عن أبي بردة عن عوف بن مالك الأشجعي أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسار بهم يومهم أجمع لا يحل لهم عقدة وليلته جمعاء لا يحل عقدة إلا لصلاة حتى نزلوا أوسط الليل قال فرقب رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضع رحله قال فانتهيت إليه فنظرت فلم أرى أحدا إلا نائما ولا بعيرا إلا واضعا جرانه نائما قال فتطاوت فنظرت حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم رحله فلم أره في مكانه فخرجت أتخطى الرحالة حتى خرجت إلى الناس ثم مضيت على وجهي في سواد الليل فسمعت جرسا فانتهيت إليه فإذا فإذا أنا بمعذي ابني جبل والأشعري فانتهيت إليه ما فقلت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هزيز كهزيز الرحى فقلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الصوت قال قعد اسكت فمضى قليلا فأقبل حتى أنتهى إلينا فقمنا إليه فقلنا يا رسول الله فزعنا إذ لم نرك واتبعنا أثرك فقالا إنه أتانئات من ربي عز وجل فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة فقلنا نذكرك الله والصحبة إلا جعلتنا من أهل شفاعتك قال أنتم منهم ثم مضينا فيجيء الرجل والرجلان فيخبرهم بالذي أخبرنا به فيذكرونه لها والصحبة والصحبة إلا جعله من أهل شفاعته فيقول فإنكم منهم حتى أنتهى الناس فأضبوا عليه وقالوا اجعلنا منهم قال فإني أشهدكم أنها لمن مات من أمتي لا يشرك باله شيئا حدثنا إبراهيم بن إسحاق وعلي بن إسحاق قال حدثنا أبن مبارك قال أنبأنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط عن مالك بن هدمين عن عوفي بن مالك الأشجعي قال غزونا وعلينا عمرو بن العاصف أصابتنا مخمصة فمروا على قومين قد نحروا جزورا فقلت أعالج هلاكم على أن تطعموني منها شيئا وقال إبراهيم فتطعموني منها فعلجتها ثم أخذت الذي أعطوني فأتيت به عمر بن الخطاب فأبى أن يأكله ثم أتيت به أبى عبيدة بن الجراح فقال مثل ما قال عمرو بن الخطاب وأبى أن يأكل ثم أني بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذاك في فتح مكة فقال أنت صاحب الجزور فقلت نعم يا رسول الله لم يزدني على ذلك حانا زكريا بن عدي قال أنبأنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن إسحاق بن راشد عن عبد الحميدي بن عبد الرحمني بن زيدي بن الخطاب عن عوفي بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك من آخر السحر وهو في فستات أو قال قبة من آدمين قال فسألت ثم أستئذنت فقلت أدخل فقال أدخل قلت كلي قال كلك قال فدخلت وإذا هو يتوضأ وضوءا مكيثا حسن الحسن بن سوار قال حدثنا ليث عن معاوية عن عمرو بن قيس الكندي أنه سمع عاصم بن حميد يقول سمعت عوف بن مالك يقول قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ فستاك ثم توضأ ثم قام يصلي وقمت معه فبدأ فستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعود ثم ركع فمكث ركعا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة ففعل مثل ذلك حثنا علي بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله قال أخبرني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني زريق مولى بن فزارت عن مسلمي بن قرضة وكان ابن عم عوف بن مالك قال سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار آئمتكم من تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار آئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك قال لما أقاموا لكم الصلاة ألا ومن ولي عليه أمير ولن فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر ما يأتي من معصية الله ولا ينزي عنا يدا من طاعة حثنا حيوة قال أنبأنا بقية بن الوليد قال حدثني بحير بن سعد عن خارد بن معدان عن جبير بن نوفير عن عوف بن مالك أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه فقال الفقر تخافون أو العوزاء وتهمكم الدنيا فإن الله فاتح لكم أرض فارس والروم وتصب عليكم الدنيا صبا حتى لا يزلغكم بعدي إن أزاغكم إلا هي حثنا حيوة بن شريح وإبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خارد بن معدان عن سيف عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قض بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فقال ما قلت قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل حثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نوفير عن أبيه عن عوف بن مالك قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيد لهم فكرهوا دخولنا عليهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود أروني 12 رجلا يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يحبط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليه قال فأسكت وما أجابه منهم أحد ثم رد عليهم فلم يجبه أحد ثم ثلث فلم يجبه أحد فقال أبيتم فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي المصطفى آمنتم أو كذبتم ثم انصر فوأنا وأنا معه حتى إذا كدنا أن نخرج ناد رجل من خلفنا كما أنت يا محمد قال فأقبل فقال ذلك الرجل أي رجل تعلمون فيكم يا معشر اليهود قالوا والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك ولا أفقه منك ولا من أبيك قبلك ولا من جدك قبل أبيك قال فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة قالوا كذبت ثم ردوا عليه قوله وقالوا فيه شرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم لن يقبل قولكم أما آنفا فتثنون عليه من الخير ما أثنيتم ولما آمن كذبتمه وقلتم فيه ما قلتم فلن يقبل قولكم قال فخرجنا ونحن ثلاثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وعبد الله بن سلمين وأنزل الله عز وجل فيه قل أرأيتم إن كان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين حثن أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا عبد الرحمن بن جبيري بن نوفير عن أبيه عن عوفي بن مالك الأشجعي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال عوف فقلت نعم فقال ادخل قال قلت كلي أو بعض قال بل كلك قال يا عوف أعدد ستا بين يدي الساعة أولهن موتي قال فازتبكيت حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكيتني قال قلت أحدى والثانية فتح بيت المقدس قلت أثنين والثالثة موتان يكون في أمتي يأخذهم مثل قعاص الغنم قال ثلاثا والرابعة فتنة تكون في أمتي وعظمها قل أربعا والخامسة يفيض المال فيكم حتى حتى أن الرجل لا يعطى المئة دينار فيتسخطها قل خمسا والسادسة هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيسيرون إليكم على ثمانين غاية قلت وما الغاية قال الراية تحت كل راية اثنى عشر ألف فستات المسلمين يومئذ في أرض يقال لها الغوطة في مدينة يقال لها دمشق حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نوفير عن أبيه عن عوفي بن مالك الأشجعي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء في أنقسمه من يومه فأعطى الآهل حظيني وأعطى العزب حظا واحدا فدعين وكنت أضع قبل عماري بن ياسير فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل ثم دعى بعماري بن ياسير فأعطي حظا واحدا فبقيت قطعة سسلة من ذهب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها بطراف عصاه ثم رفعها وهو يقول كيف أنتم يوما يكثروا لكم من هذا حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نوفير عن أبيه جبير عن عوفي بن مالك الأشجعي قال غزونا غزوة إلى طرف الشام فأمر علينا خالد بن الوليد قال فانضم إلينا رجل من أمداد حمي رفع وإلى رحلنا ليس معه شيء إلا سيف ليس معه سلاح غيره فنحر رجل من المسلمين جزولا فلم يزل يحتل حتى أخذ من جده كهيئة المجن حتى بسطه على الأرض ثم وقد عليه حتى جفف جعل له ممسكا كهيئة الترسي فقضي أن لقينا عدونا فيهم أخلاط من الروم والعربي من قضاعة فقاتلونا قتالا شديدا وفي القوم رجل من الروم على فرس له أشقر وسرج مذهب ومنطقة ملطخة ذهبا وسيف مثل ذلك فجعل يحمل على القوم ويغري بهم بهم فلم يزل ذلك المددي يحتال لذلك الرومي حتى مر به فاستقفاه فضرب عرقوب فرسه بالسيف فوقع ثم أتبعه ضربا بالسيف حتى قتله فلما فتح الله الفتح أقبل يسأل للسلب وقد شهد له الناس بأنه قاتله فأعطاه خالد بعض سلبه وأمسك سائره فلما رجع إلى رحل عوف ذكره فقال له عوف ارجع إليه فليعطي كما بقي فرجع إليه فأبع عليه فما شعوف حتى آت خالدا فقال أما تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل قال بل قال فما يمنعك أن تدفع إليه سلب قتله قال خالد استكثرته له قال عوف لئن رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أذكر أن ذلك له له فلما قدم المدينة بعثه عوف فاستعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدع خالدا عوف قاعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعك يا خالد أن تدفع إلى هذا سلب قتله قال استكثرته له يا رسول الله فقال ادفعه إليه قال فمر بعوف فجر عوف بردائه فقال ليجزي لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسامعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال لا تعطيه يا خالد هل أنتم تاركي أمرائي إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تخير سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوة الماء وتركت كدره فصفوه لكم وكدره عليهم حثنى أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمر قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نوفير عن أبيه عن عوفي بن مالك الأشجعي وخالدي بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلبة حثنى الحسن بن سوار أبو العلاء قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليمين عن يحيى بن جابر عن عوفي بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يجمع الله عز وجل على هذه الأمة سيفين سيفا منها وسيفا من عدوها حنى علي بن بحر قال حدثنا محمد بن حمير الحمصي قال حدثني إبراهيم بن أبي عبلة عن الولدي بن عبد الرحمن الجرشي قال حدثنا جبير بن نوفير عن عوفي بن مالك أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين فنظر في السماء ثم قال هذا أوان العلم أن يرفع فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونصاءنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لا أظنك من أفقه أهل المدينة ثم ذكر ضلالة أهل الكتابين وعندهما ما عندهما من كتاب الله عز وجل فلقي جبير بن نوفير شدد بن أوسن بالمصلى فحدثه هذا الحديث الحديث عن عوفي بن مالك فقال صدق عوف ثم قال وهل تدري ما رفع العلم قال قلت لا أدري قال ذهاب أوعيته قال وهل تدري أي العلم أول أن يرفع قال قلت لا أدري قال الخشوع حتى لا تكد ترخاشي عن حثنا علي بن أبي عاصمين قال أخبرني أن هاس بن قهمين عن أبي عمار شداد عن عوفي بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من كنا له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان اتقى لها فيهن وأحسن إليهن حتى يبن أو يمتن كنا له حجابا من النار حنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكيرو بن الأشجي عن يعقوب بن عبد الله أن عبد الله بن يزيد قاصة مثل ما تحدثه أن عوف بن مالك حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إلا آمير أو مأمور أو مختال حسن قوتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن ربيعة بن لقيط عن عوفي بن مالك الأشجعي قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ستة نفر أو سبعة أو ثمانية فقال لنا بايعوني فقلنا يا نبي الله قد بايعناك قال بايعوني فبايعناه فأخذ علينا بما أخذ على الناس ثم أتبع ذلك كلمة خافية فقال لا تسألوا الناس شيئا حسن هارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله أن يعقوب أخاه وابن أبي حفصة حدثاه أن عبد الله بن يزيد قاصة مسلمة بالقسطنطينية حدثهما عن عوفي بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص على الناس إلا آمير أو مأمور أو مختال حفناه شيئا قال أنبأنا داود بن عمرو عن بصري بن عبيد الله الحضرامي عن أبي إدريس الخولاني عن عوفي بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيامين للمسافر ولياليهن وللمقيم يوم وليلة حفناه شيئا قال أنبأنا يعلى بن عطاء عن محمد بن أبي محمد عن عوفي بن مالك الأشجعي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خضر له فقلت أدخل فقال أدخل قلت أكلي قال كلك فلما جلست قال أمسك ستا تكون قبل الساعة أولهن وفت نبيكم قال فبكيت قال هشيم ولا أدري بأيها بدأه ثم فتح بيت المقدس وفتنة تدخل بيت كل شعر ومدر وأن يفيض المال فيكم حتى يعطى الرجل مئة دينار فيتسخطها ومتن يكون في الناس كاق عاصي الغنم قال وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون بكم فيسيرون إليكم في ثمانين غاية وقال يعلى في ستيين غاية تحت كل غاية اثنى عشر ألفا حثنى الوليد بن مسلمين قال حدثني صفوان بن عمر وعن عبد الرحمن بن جبير بن نوفير عن أبيه عن عوفي بن مالك الأشجعي قال خرجت مع من خرج مع زيدي بن حريثة من المسلمين في غزوة مؤتة ورافقني مددي من اليمن ليس معه غير سيفه فنحر رجل من المسلمين جزولا فسأله المددي طائفة من جده فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرق ومضينا فلقينا جموع الرومي وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب فجعل الرومي يغري بالمسلمين وقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخروا عليه فقتله وحاز فرسه وسلاحه فلما فتح الله للمسلمين بعثا إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب قال عوف فأتيته فقلت فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلاب للقاتل قال بلى ولكني استغثرته قلت لترد أنه إليه أو لا أعرف أنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا أن يرد عليه قال عوف فاجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصصت عليه قصة المددي وما فعله خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد ما حملك على ما صنعت قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغثرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد رد عليه ما أخذت منه قال عوف فقال دونك يا خالد ألم أفلاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذاك فأخبرته فغضب رسول الله وقال وقال يا خالد لا ترده عليه هل أنتم تاركوا إلي أمر إليكم صفوة أمرهم وعليهم كدره قال الوليد سألت ثورا عن هذا الحديث فحدثني عن خالد ابن معدان عن جبير ابن نوفير عن عوفي ابن مالك الأشجعي نحوه حسن يحيي بن سعيد عن عبد الحميد يعني أبا جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير ابن مرة الحضرامي عن عوفي ابن مالك الأشجعي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دخل ونحن في المسجد وبيده عصا وقد علق رجل أقناء حشف فتسب العصا في ذلك القنو ثم قال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا أن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة حسن يزيد قال أنبأنا فرج بن فضالة عن ربعة بن يزيد عن عن مسلمي ابن قرضى عن عوفي ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم وخيار آئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشراركم وشرار آئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا لكم الخمسة ألا ومن عليه ولن فرآه يأتي شيئا من معاصي الله فليكره ما أتى ولا تنزع يدا من طاعته حسن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوفي بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميت قال ففهمت من صلاته عليه اللهم أغفر له وارحمه واغسله بالماء والثلج ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنسي حسن عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن أزهر بن سعيد عن ذي كلاع عن عوفي بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص ثلاثة أمير أو مأمور أو مختال حسن بهز قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا قتادة عن أبي مليح عن عوفي بن مالك الأشجعي قال عرس بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافترش كل رجل من ذراع راحل قال فانتهيت إلى بعض الأبل فإذا ناقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قدامها أحد قال فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا معاذ بن جبل وعبد الله بن قيس قائمان قلت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ندري غيرا أن سمعنا صوتا بأعلى الوادي فإذا مثل هزيز الرحل قال أمكث يسيرا ثم جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه أتني الليلة آت آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة فقلنا ننشدك الله والصحبة لما جهعتنا من أهل شفاعتك قال فإنك من أهل شفاعة قال فأقبلنا معانيق إلى الناس فإذا هم قد فزعوا وفقدوا نبيهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أتني الليلة من ربي آت فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة وإني اخترت الشفاعة قالوا يا رسول الله ننشدك الله والصحبة لما جهعتنا من أهل شفاعتك قال فلما أضب عليه قال فأنا أشهدكم أن شفاعة لمن لا يشرك بالله شيئا من أمتي حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليح الهوذلي عن عوفي بن مالك الأشجعي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم في بعض أسفاره فأناخ نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنخنا معه فذكر معناه إلا أنه قال وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبن المبارك عن صفونا بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوفي بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفيء قسمه من يومه فأعطى الآهل حصيني وأعطى العزب حظا حثنا أبو عاصمين قال أنبأنا عبد الحميد قال حدثنا صالح بن أبي عريب عن كثير ابن مرة عن عوفي بن مالك قال دخل عوف بن مالك مسجد حمص قال وإذا الناس على رجل فقال ما هذه الجماعة قالوا كعب يقص قالا يا ويحه ألا سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقص إلا آمير أو مأمور أو مختال حدثنا محمد بن بكر قال أنبأنا أن هاسو عن شدد أبي عمار عن عوفي بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة وجمع بين أسبوعيه السبابة والوسطى إمرأة ذات منسب وجمال آمت من زوجها حبست نفسها على أيتامها حتى بانوا أو ماتوا حدثنا محمد بن بكر قال أنبأنا أن هاسو عن شدد أبي عمار عن عوفي بن مالك قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلمين يكون له ثلاث بنات فأنفق عليهن حتى يبن أو يمتن إلا كنا له حجابا من النار فقالت إمرأتم يا رسول الله أو إثنتاني قالا أو إثنتاني حدثنا وكيع عن أن هاسي عن شدد أبي عمار عن عوفي بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وامرأة سفعاء في الجنة كهاتين امرأة آمت من زوجها فحبست نفسها على يتماها حتى بانوا أو ماتوا حدثنا حسين في تفسير شيبان عن قتادة قال حدثنا صاحب لن أظنه أباء المليح الهوذلية عن عوفي بن مالك فذكره وقال بين أن يدخل نصف أمة الجنة آخر مسند عوفي بن مالك الأنصاري وهو تمام مسند الأنصار رضي الله عنهم ترجمة نانسي قنقر